ورئيس القناة الأهلي واللي متواجد في تدريبات المنتخب الأولمبي عشان نتطمن منه على كل الاستعدادات يا شريف أهلا بيك أهلا بيك تحت لك زميلي أمير وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما تفضل طول تفضل يمكن النهاردة المرانة مفتوح للإعلاميين قبل المعسكر المغرق اللي هيكون من بكرة يمكن أن تنشأه قريب اختار 27 ناعد من يوم 25 إلى يوم 27 هيكون المرحلة الأولى النهاردة طبعا آخر يوم في المرحلة الأولى فعصر أو صمم أن يكون المرحلة مفتوحة النهاردة لجميع وسائل الإعلام عشان يطمئنه على المنتخب الأولمبي لأنه هو بدأ طبعا المرحلة الأول بمؤتمر صاحبه مع الإعلاميين وكل القنوات اللي كانت موجودة والصحفيين مهم ده وفي الرجل اشتكسب عن عدم اهتمام الناس في الشارع إلى الآن بهذه البطولة قال لك الناس مش حاسة بالبطولة فلازم يكون فيه مردود البطولة في الشارع المصري عشان نقدر نلاقي جماهير فيه أستاذ القاهرة هيقري معنا جامل جدا لو حضر حضور جماهير كثير مع المنتخب الأولمبي خلينا أقول لك برنامج المعذكر للكابتل جوء غريب سأمورتلك من يوم خمسة وعشرين ويوم سبعة وعشرين المرحلة الأولى يمكن من بكرة من يوم تبانية وعشرين إلى يوم اتنين نوفمبر هيكون معذكر في ألعين السكنة يمكن تخلله فترتين يمكن ثلاث أربعة أيام فترتين تدريب صباحي وتدريب مسائي وهي يرجع يوم ثلاثة وعشر هيكون فيه تمرين فيه القائرة إلى الاتفاح يوم ثمانية وعشر دعواتنا ودعوات كل المصريين بإذن الله يكون المنتخب المصري يأتل بطولة والأروع والأجمل ويفوز بذلك بطولة رغم قوتها وقوة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة خلينا أقول لك أن الراجل يتكلم النهاردة كتب الشوائر تماما عن المدير فن القفو والقضير في المؤتمر الصحفي أن يستقر على ثمانين في المية من القوام الرئيسي للمنتخب أو التشكيل الرئاسية إلى الآن لم يتم الاستقرار على حارس المرمى أي كان عنده مشكلة جدا أن الأربح الرأس الموجودين في المنتخب أو في المعسكر ما بيشاركوش خالص مع عنديتهم مدرب مثال مصطفى شغير مع نادي الأهلي ما بيشاركش محمد صباحي مع زمالك ما بيشاركش ولكن يشارك في آخر عشر داي في المباراة الأخيرة للزمالك عمر صلاح بسموحة ما بيشاركش بقى الحرات يعني ما بيشاركوش خالص مع أنديتهم إلى الآن لم يستقر على من هو سيحرف علي منتخبنا في البطولة المقبلة وزمالك استقر على ثمانين في المية من التشكيل ويمكن أشاد إشادة كبيرة للاعبنا ونجمنا رمضان صبحي قال لك أن لازم أشكر رمضان صبحي على إنكار الزاد على الالتزام الراجل ما بيش بيتكبر يا جماعة درجة اللعب في كتاة العالم درجة اللي يلعب بالمنتخبات المنتخب الأول ورغم كده هو حريص كل الحرص على تنفيذ التعليمات حريص كل الحرص أن يكون قائد لمنتخب مصر الأولمبي وينفذ التعليمات بحساتها فأنا لازم أشكر رمضان صبحي وكتا شاهد النهاردة بيلعبنا طبعا رمضان صبحي بيلتزم وبيكتهد وبلغة الكرة بيموت نفسه عشان يعمل حاجة للمنتخب الأولمبي تعودنا جميل أمير وتعود كل المفرم بإذن الله يكون منتخبنا على الموعد يكون منتخبنا بإذن الله قادر على عمل بطولة قوية جداً تليم بمنتخب مصر الأولمبي جميل أمير عنك إن شاء الله بإذن الله أتمنى أننا بالتوفير لك إن شيفان عايز أسألك سؤال وخصوصاً أنت أكيد حضارة المؤتمر الصحفي فهل كان فيه تساؤل بالنسبة للكابتن شوقي غريب فيما تعلق بسوء الأداء بالتحديد في المباراة الودية والمباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا وتخوف المصريين بسبب هذا الأداء تساؤل أنت لسه مصدق بتقول أننا تتخرج على 80% يعني لسه ما تتخرج على 100% طب فيه بعض المباراة تمت أو كان الشكل ما كانش أقد المستوى كان فيها زين فيه من بعض المباراة راجل قال إن الأدت حوالي 12-13 مباراة ودية يمكن هزمت في مباراتين أو 3 وباقي المباراة كلها كانت فوز أغلبها كانت فوز فأترقوني أعمل أنا راجل لاي أسمي فيه القرى المصرية ويش أثر بعية خالص زيب أطولها لكن أنا بحاول أكتال على قد ما أقدر بحاول أقدم قرى تأمينها أصبط المقبلة إنتوا حاسبوني من المباراة الودية حاسبوني من المطولة الأفرقية يقدروا تشوفوا شكل الملعب شكل سرقة هيظهر زيب عيكات التلم ونهذا المباراة الودية بيبقى بتخص مدير الفني فقط هو اللي بيقدر يجرب فيها بعض طرق اللعبة يبدأ يجرب فيها من اللي ممكن يلعب معه من لعبي المنتخب طب حاجش يتعلني على المباراة الودية ولكن يسألوني فقط على المباراة الرسمية وأظنني أنك دي كابتن شاوة غيري طبعا عنده حق لأن مباراة الودية زيبن أمير ثمانت عارف طبعا طبعا يبقى للتجار طبعا طرق اللعبة المختلفة بيحاول يحط العيد يعني بالعيد يشوف بسنة مع بعض ماشية ازاي طبعا عند حق عصي جيئة أي مدير تاني ولكن بعد إذن الله يوم تمانية فيه اتتاح البطولة بإذن الله هنبدأ بقى نتفرج على شكل منتخبنا وعندنا شفقة كبيرة وعندنا شفقة بإذن الله أن يعملوا البطولة والأرواح والأد طيب يا شريف حيبا فيه مباراة الودية في فترة دي بالنسبة للمنتخب كمباراة أخيرة ولا خلاص مفيش كده هتخش على البطولة على طول لا ما فيش البرنامج هل تكلم هل تكلم هل تكلم هل تكلم هل تكلم على غياب محمد محمود وأصابته أنا تكلمت مع الكارك إن شاء الله غريب بقى بلائة المؤتمر يمكن كنا من درد شوية فسألني على محمد محمود إن هو هيسافر ألمانيا أمتى وكان بإطمائمنا عليه وكان زعلان جدا على أصابات محمد محمود قال لي كنت هعول عني فترة المقبلة النفسي يكون موجود معايا كان هيفري معا جدا في البطولة قد تهارده لأن العيد ده مكتهد والعيد ده يقدر ينفذ الكل اللي أنا عاوز بقوصة الملعب وأكلمهم أيضا على كريم نيتم أيضا برضو قال للأتنين دول كانوا فرقوا معايا جدا إن كانوا موجودين ولكن الخير والبركة في الموجودين ولكن هو يعني كان زعلان على مستوى الشخصي هي طبعا محمد محمود متأثر وزعلان أجل على غياب كريم نيتم واللي لازم كريم يرجع بصرح على كريم كريم بلاجي وبرو ينهيب مع أي حاج ويفري مع نادي الأهل لفترة مقبلة كمان لما يرجع بإذن الله إن شاء الله أنا بشكرك يا شريف شكرا جزيلا زمينا العزيز